وارجعنا لكم بعض الفاصل وبدون أي مقدمات معنا مأزون المشاهير أستاذ نحوض إبراهيم أهلا بك أهلا بك إزاي حضرتك اللي أخبار الحمد لله ليه مأزون إزاي مأزون والله موضوع المأزون ده هو جي صدفة يعني مش مقصود يعني أنا ما فيش في العيلة مأزون مش متورث مأزون آه كنت لسه هقولها لك يعني أكيد لا لا هو جي صدفة لكن يعني هي مهنتي أنا بحبها جدا يعني يعني ممكن شو تخيلناها هتعلق بالمهنة كده بقلك كتير مأزون إلى 14 سنة لكن هو الموضوع جي صدفة يعني الموضوع أنا لصنصح وجاملة القاهرة خلصت الكلية وبعدين رحت مكتب مأزون مش مكتب محامي يعني رحت أشتغل في مكتب مأزون صدفة ولا قصد لا أكلمت واحد صاحبي عايز أشتغل قال لي ده في مكتب مأزون طالب واحد يشتغل معي بس رحت رايح أشتغل باشتغل إيه بكتب الأسايم بروح للمحكمة أختم الأسايم أسجل الوراء أسيق المكتب أعمل شي أكتب الأسايم أروح للمحكمة أختم الوراء الحاجات دي يعني أطلع عامل عقود للمكتب وعدت واحدة واحدة وحبيت المهنة جدا وعدت واحدة وحبيت مدير المكتب ومسك المكتب وبعدين بقى لي بقى زبوني المستقل وكملت بقى في الكرير يعني أه كرير واحدة أمتى أول كتب كتاب كتبته مستقل بقى أول كتب كتاب كتاب مستقل ده بعد أن ما رحت المكتب بيومين تلايتها لكن أول كتب كتاب بقى بتاعي أنا يعني تقريبا بعد حوالي السبع أو تمن شهور من التحقيب المكتب يعني أه على طول يعني طيب يعني مأزون المشاهير كتبت كتاب فرح كان حازم إيهاد حازم إيهاد بالضبط كله كان في حد مشاهير قبليه أه أنا كتبت لمحمد إمام وكتبت أحمد فهمي وأنا الزاهد وكتبت الماهد السباعي دول السوبرستار يعني وفي بقى ناس تانية يعني مشاهير بس مش في الفن يعني لا موجودين برضو يعني مش 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 زي دول قوي يعني دول السوبرستار يعني أه أول كتب كتاب كان محمد إمام كان تقريبا من سنتين تقريبا هو مدير أعماله صديقي يعني فلقيته بيكلمني وقال لي عايزين نعمل كتب كتاب واحد صاحبي يعني فقلت له تمام إيه كون تينه بتاع قال لي في الساحل هو كتب كتاب ما كانش في الساحل يعني كانوا قال لي في الساحل ومش عارف إيه آمين قال لي محمد إمام فهو قال لي واحد صاحبي ومحمد إمام فأنا توقعت أن إيه واحد صاحبوس محمد إمامي أه مش مش شرطي بقى محمد إمامي يعني واحد صاحبي واحد صاحبي دي مش مش ليء قوي يعني ببب gast فقولت له؛ سافر الساحل يا أحمر رغش نعمل كتب كتاب آه قال لي بقى معلش بقى محمد إمام بقى صحبي أحمد ممثل وأقولت له وأله طب خلاص؟ انا ممكن ايجي معاك من دلوقتي اه بالضبط دي بات بقى في الساحل قلت له ده يتشرف طبعا يعني بس طلع كتب كتاب في فيلا الزعين اه اه ده كان اول كتب كتاب يعني بس بعد كده البقى ايه روكومنديشنز من من هنا بدأت بيفرق لما يبقى كتب كتاب مثلا في بيت عن في مسجد عن في قتال اه من تقصدي من ناحية ايه من ناحية من ناحية كل حاجة يعني كاجراءات نفس الاجراءات نفس الاجراءات لكن طبعا كل كتب كتاب لي استعداده يعني يعني مثلا كتب كتاب حازم كان هو ايه من كتب كتاب في السويت فلزلك انا كنت لبس بانطلون وبلوفر مثلا طب لو كتب كتاب مثلا معمول في فوند وفايف ستار بتلبس طبعا فورمال يعني تلبس بادلة او كده كتب كتاب في جامعة تلبس بانطلون واميس يكون شكلهم مناسب على فكرة ساعت بلبس جلبية وعمة؟ لا مش بلبس هو ده الترادشنل بتاع المأزون معنديش زي ازهري ما لبستوش ولا مرة وانا مش ازهري فده يعني اللبس ده ليه تقلو وليه ناسو واللي يلبسه لازم يكون شيخ معمم ويعني فقير في الدين وانا في الاخر يعني مأزون دارس الزواج والطلاق عشان اقدر ايجاوب على الناس دي الحتة بتاعت يعني لكني ماناش عالن في الدين يعني فما عنديش زي ازهري يعني حتى الطلب ده لما حد بيطلبه مني انا مش بحبه قوي لكن موجود في المكتب احنا في المكتب عندنا ناس هي اصلا زيها ازهري يعني هما ازهيرة يعني بيروحوا لو حد طلب مني عايز حدب زي ازهري في ناس بتحب الفلكلوري يعني شكل كتب الكتابي اللي فيه المأزون اللي لابس جبه وقفطان يعني وكده فبيروح حد من المكتب يعني عشرين عشرين كانت حظره كورونا كتب الكتاب كان شكله مختلف في الحظر طبعا لان القاعات افلت والضر بنسبة افلت وحتى المساجد افلت فكتب الكتاب كله كان في البيت فكان معظم كتب الكتاب كلها في البيت لكن الموضوع ما تأثرش قوي في الكورونا ما فيش تجمعات ولا كان بيبقى فيه تجمعات لا ما فيش تجمعات كبيرة لكن كتب الكتاب في البيت وفيه الأسرتين بس لكن هو الله ملك الحمد ان احنا مهنتنا مطلب حياة يعني الجواز ده مطلب حياة بزبط الغني بيتجوز والفائد بيتجوز والصحيح بيتجوز والسقين بيتجوز يعني كل ماس بتتجوز أغرب جوازة قبلتك ايه؟ مش هقول أغرب جوازة يعني لكن من أحسن الحاجات اللي كانت حلوة في السي دي بتاعي هو طبعا كتب الكتاب محمد امام وحمد وهنا طبعا يعني دي من الحاجات اللي كانت كويسة يعني حتى أنا فاكر في كتب الكتاب محمد امام أستاذ عاد الإمام يعني يسلم علي كان هو قاعد في آخر المكان كده فشافني يعني راح أقيم وجي سلم علي وقال لي إزايك عامل إيه أنت المأزون فقلت له أوفى بصني محمد كده وقال له أنت جايب لي مأزون نادي الجزيرة فأنا يعني اضحكت كده وبعدين يعني صراحة كنتش عارف أقول له إيه وقعدت عامل كتب الكتاب أنا فاكر كتب الكتاب محمد أنا ما قلتش أي حاجة غير الصيغة الشرعية يعني دايماً في كتب الكتاب بنهذر بنفك الموضوع مش عارف إيه فأنا قلت هتهذر فين بقى أي حاجة هتقولها تبقى دماء بقى دماء بقى دماء بقى دماء بقى دماء فيلي يعني خلاص ههذر فين يعني فراح تقعد حط في إيدك قول سلام عليكم وعليكم السلام وراح تماشي يعني وسواء كان لطيف وكان كتب الكتاب كله لطيف يعني الأسرة كلها ماشاء الله نطيفة يعني الحمد لله لكن مفيش موقف يعني اللي هو في كتب كتاب العريس مثلاً قال حاجة حصلت مشكلة أنا الحمد لله دايماً يعني الحمد لله 14 سنة فبقى عندي إكسبريانس كويسة في الجواز وغيره فدايماً بتديله شوية حاجات كده بتحصل عشان ما يحصلش مشاكل يعني مثلاً في بعض الأوساط يجوا مثلاً يتفقوا على المؤخر الصداق على التربيزة مثلاً فأنا بقولهم لا ما تعملوش كده ومخلصين الموضوع ده قبل القعدة على التربيزة أي ما أو حاجات كده بنصح النصيح لكن في مرة في كتب الكتاب احنا لازم المأذون لازم وهو قاعد وهو قاد على التربيزة لازم يسأل العريس حتى لو منتفقين على الكلام ده يسألوا في ودنه المؤخر كام ويسأل الوكيل المؤخر كام لازم لأن حاجات ممكن تضغير قبلها بيوم يعني ولازم يسأل الوكيل الحالة الاجتماعية بتاعت الزوجة يعني بيكرا ما أسبق لها الزواج ولا لأ فأنا فاكت في مرة كان كتب الكتاب والوكيل أخل الزوجة فأنا بسأله في ودنه يعني بقوله اللي عروسة بيكرا ما أسبق لها الزواج فرح بصلي كده قال لي إيه السؤال ده فاندم فأنا قلت له على فكرة أنا مش بهزر أسألك بجد يعني لازم أسألك يعني قال لي بحطك شايف يعني عنده 14 سنة يعني فأنا يعني عايزة للم الموضوع والناس بدأت تفرج فأنا قلت له على فكرة والله سؤالة عادي يعني بقى 24 سنة يعني هو طبعا مش عارف 24 سنة عادي فيه فيه ناس كتير 24 سنة فالمهم يعني حوالي لميت الموضوع بسرعة كده وإيه ومضيتش فيها وإيه وعا كده خلصت وإيه فهمت ويعني أنا مقصدت شيء إهانة يعني على رأسنا من فوق بس ده لازم أسألك يعني دي من أغرب الموقف اللي حصلت يعني لا لا يا فعلا يعني الحمد لله ربنا سطر وقد كتاب دم أبو كتابش ومشي هاتي لا لا بس أن أهم حاجة عندي فعلا هو الكلائنتي أهم حاجة عندي يعني يعني لازم أروح في معادي ولازم يكون شكل كويس ولازم أفضل محافظ على ابتسامتي يعني في إحنا كتب كتابات بفضل منتظر ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين أهم حاجة أن أنا بقى محافظ على هدوئي وبتسامتي وموطروش لإني أنا بأخد حقي كويس فلازم أديله حقه يعني فأنا لميت الموضوع الدنيا مشت يعني يا رب كل اللي نفسه يجوز يجوز ويا رب 2021 تبقى سنة سعيدة على كل الناس يا رب ونفرح يعني إن شاء الله السنة الجديدة يعني تبقى سنة أسعد من السنة اللي هاتت ويبقى فيه جوازات أكتر إن شاء الله بإذن الله أيهو بجد لا لا بجد يعني لأن فعلا يعني سورة كتب الكتاب كانت يعني اللي هو الناس كانت أثرت فضول الناس اللي هو مأزون صغير شكله مختلف فبجد حضرتك يعني عملت طفرة يبنا يا كريمي هو يعني يعني موضوع اللبس أو الكلام ده هي حاجة مش مقصودة هو معظم المأزين دلوقتي حتى الكبار في السن كلهم بيلبسوا بدل يعني حتى الجبار وطني مش كتيرة يعني بس يا الفكرة بس إن شكل اللبس بتاعي هو اللبس العادي لكنه بس شوية مواكب للعصر يعني حاجات اللي اللي سلم فتو اللي تك فتو حاجات دي يعني بس مش أكثر يعني فالحمد لله ويا رب دايما مرضوت كويس لا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله عشرين عشرين خلصت وعشرين واحد وعشرين حتبتدي وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا وعليكو يا رب إن شاء الله حررتك نورتنا جدا ربنا يا كريميك أنا بس حابب أقول لهم في الآخر يعني حاجة بسيطة بخصوص الزواج يعني أولا إن شاء الله سنة تكون سعيدة وإن شاء الله نخلص من الجائحة اللي إحنا فيها دي بإذن الله وده بقى سنة جميلة على كل الناس يا رب واللي حصل اللي تعصرات في عشرين تكون واحد وعشرين أحسن يعني يا رب أخيرا بس في نقطة صغيرة في موضوع الزواج بناشر بيها كل الناس يعني الجواز حاجة زي كل الحاجات اللي في الدنيا مفيش حاجة سعادة كاملة يعني مفيش متعة كاملة ربنا يا كريمني بولد بصرف عليه وبيعيا وبزعل عليه وبيخف اشترت عربية بتعطل مني أي حاجة أي حاجة لعبت كورة بروح رجلي تعباني الجواز حاجة زي كل الحاجات دي لازم يكون فيها سعادة ولازم يكون فيها معوقات بلاش أول ما تظهر المعوقات دي نرمي الشنطة بتاعت الجواز لا خلاص لازم نعالج المشاكل دي ونتخطاها ونعيش في حياتنا سعيدة ونعرف إن ده هيحصل يعني لو حبت الناس تتابع أنا عندي بيج اسمها محمد إبراهيم مأزول مصر بالعربي كلها حلقوا عليها كابسولات كده يعني أتمنى تعجبهم إن شاء الله تكون مفيدة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله حددتك نورتنا جدا ستكون سعيدين نكونت معي سنة سعيدة عليك يا رب إن شاء الله وعلى كل المشاهدين أشكري حلقتنا خلصت والسناتنا خلصت بس إن شاء الله عشرين واحد وعشرين هتبقى سنة جميلة وانتظرونا في الحلقات الجاية من برنامج مصدريني شكرا بيكم